السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدات موضوع دينا الاول هو حادث مأساوي يعني حادثة تسير تعرض لها رجال قوة المسلحة الملكية و على اترها تم استيشهاد سبعة ديال جنود المغاربة بالصحراء المغربية كذلك ستكلمو للتونس كالطالب عبد المجيد و كالطالب الجزائر بيسترجع اراضي الى الاراضي اللي اقتطعتها فرنسا او المستعمل الفرنزي اقتطعت الاراضي من تونس و خدها من الجزائر اليوم تونس كالطالب الاراضي دية الها او في الاخير ستكلمو عليه عبد المجيد اللي كيتدخل في الشؤون الداخلية للدول ديال ليبيا و ديال تونس على بركة الله سنتمينidad بالموضوع ولكن دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا باللايكات ديالكم تبرتجوا القناة كذلك الاشتراك اخواني اخواتي ما قد نخسروا احتشي حاجة الى شجل الاعجاب ديالنا بطبيعة الحال الى عجبنا المحتوى كدعما للقناة وكدعما للمجهودات ديالنا باش نوصل لكم المعلومة ودائما احنا يمستمرن في القضية المقدسة عن الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغربي صحرائه ولا عزاء للحاقيدين على بركة الله سندخلوا صور بالموضوع ونبدأوا اخواني اخواتي بالفاجعة بالحادث المأساوي حادثة سير يعني تعرضوا لها رجال قوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة انجلا جنوب مدينة سمارة والواقعة اول حادثة هي منطرف واحدة شاحنة من الحجم الكبير هذا يعني العديد من الجنود المغاربة التابعين لقوات المسلحة الملكية هنا يا الاخوان تقلبت هات الشاحنة وبسبب يعني هاد الحادث توفي سبعة ديال الجنود يعني سبعة ديال الجنود تابعين للقوات المسلحة الملكية الله يرحمهم الله يوسع عليهم وهما شهداء عند الله سبحانه وتعالى وعزقنا واحد والله يصبر المغاربة كاملين ويصبر العائلة ديالهم كذلك الاخوان يعني كان ستمنهم في حالة حرجة جدا جدا يعني بالغة الخطورة وتم النقل ديالهم الى المستشفى العسكري التابع للعيون على متن مروحية لتلقي يعني العلاج كانت منهم الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويتلقوا العلاج ان شاء الله ويرجعوا للعائلة ديالهم والأحباب ديالهم سالمين غالمين وكان كذلك جنود آخرين اللي عندهم جروح متوسطة وجروح خفيفة احتهدوا الله يشفيهم ونتمنوا لهم الشفاء والعافية ان شاء الله وإنها لله وإنها إليه رجعون والله يرحمهم ولا يصبر حبابهم ويصبر المغاربة كاملين لأنهم شهداء ان شاء الله في جنة الرحمن هنا يا الاخوان كالعادة واللي احنا موالفين من العصابة ديال بوليزاريو غادي يخرجوا يعني هاد العصابة وغادي ياخدوا هاد الخبر وغادي ينسبوه الى انتصار لهم من بين يعني مجموعة ديال انتصارات الوهمية ديالهم وغادي يقولك بالليهما اللي يقصفوه هاد الشاحنة وهاد الجبهة الانفصالية الجبهة الوهمية كان شروع عبر مواقع تواصل اجتماعي وهو مفرحانين زغاريد في الفيسبوك وفي مواقع تواصل الاجتماعي على أساس أنهم أو أن البوليزاريو هي اللي يقصفت هاد الشاحنة وهنا الجماعة الإرهابية ديال بوليزاريو كتنتصر بنصر وهمي وفي الأخير الإخوان احنا يا نقولو غير إن لله وإن إليه راجعون غادي ينتقلوا الإخوان المضوع الثاني وهو تونس كالطالب باسترجاع الأراضي ديالها المغتصبة والمقتطعة من طرف النظام العسكر الجزائري اللي اخدتها فرنسا أو الاستعمار الفرنسي غادي يخرجوا وزير شؤون الخارجية الأسبق أحمد وانيز وغادي يوجه واحد الطالب للحكومة التونسية بأن تتجه إلى العدالة الدولية لكي تسترجع الأراضي التي اقتطعتها في عهد فرنسا أو التي سرقت منها في عهد فرنسا وضمت إلى الجزائر وقد صرح قائلاً هذا وزير الشؤون الخارجية أحمد وانيز قائلاً إن إحقاق تكتل المغرب الكبير سيعود بالنفع لجميع الشعوب المغاربية ولكن الجزائر التي تظل تلعب بالنار وعملت لذلك على قصر هذا التكتل بعدما أشهر النظام العسكري الجزائري الحرب على المملكة المغربية وهذا تصريح الإخوان هو صراحة تصريح معقول تصريح منطقي لأنه شكل يدير هذا العرقالة شكل يدير هذا المشاكل شكل يدير هذا الروينة هي الجزائر هي اللي دير المشاكل مشاكل كبيرة باش تعرق القضية دي الصحراء المغربية وكتدعم البوليزاريو بالسلاح والأموال وكذلك يعني كتدعمهم حتى مديان وكتقول هي ماشي طارف يعني كيفاش هي كتدعم البوليزاريو وهي ماشي طارف وأضاف خلال الاستضافة دياله في أمواج لإدعاء التونسية لـ AFM قائلا بلي تونس والمغرب ساهمتها في استعادة الجزائر استقلالها يعني يا إخوان كما كان هضروا دائما بلي المغرب عنده واحد الفضل كبير باش هاد الجزائر تستقل أو يعني خرجوا المستعمر الفرنسي ولكن ما خرجوا شجال وغربوا الرش أول دولة يدوروا فيها هي المملكة المغربية لكنها انقلبت عليهما يعني على المغرب والجزائر معا بحيثه افتكت مئات الكيلومترات من الصحراء التونسية وهو ما رضخ له يعني الحبيب بورقيبة لكن لم يرضخ له الحسن الثاني وهو حق مشروع يعني الحبيب بورقيبة سمح ورضخ يعني الكابرانات أو صارقة دي الأراضي ديالهم ولكن المرحوم الحسن الثاني قال لا وكيف يضيف لو يتخذ النظام العسكري الجزائري الدكتاتوري القرار ديموقراطي الصحيح لا شرعنا الآن في بناء المغرب الكبير وسيربح الكل ولكن هاد النظام كيف غيرسه ديما غيرسه غيرسه غيربقى بوحده غيرعيش في واحد العزلة دولية غد نمرو الاخوان للموضوع الثالث وهو عبد المجيد اللي كيتدخل في الأمور أو في شؤون الداخلية للدول خصوصا ديال ليبيا وتونس بحيث الاخوان عبد المجيد الرئيس ديال القوة المضروبة كان حاليا في إيطاليا هاد المرة ما تعطى تلوش الفرصة انه يجبض الصحراء المغربية ولكن هاد المهريج دائما كي عيجبوه الهضرة بزاف كي عيجبوه يجبض الدول كي عيجبوه يبين راسو باللي راه هو رئيس ووخا الكل كي عارف باللي هاد ما رئيس محتشي حاجه هو غير واحد الدمية كتخدم بواحد الآلة يعني وحد التيلو كومونت كتتحرر بيها يعني شنو غديدير هاد عبد المجيد غديخل شو يدخل في شؤون الداخلية للدول وغديجبض أول حاجه غديجبض ليبيا وشنو غديقول على ليبيا قالك لحل الأزمة الليبيا وخحتشي واحد مسؤوله على ليبيا ولا قال له حلنا المشكلة ديال ليبيا قالك سيدي لحل المشكلة ديال ليبيا خاص ضروري إجراء انتخابات شريعية فقط في ليبيا وكيعتبرها هي اللي غادي تكون في المصلحة ورغبة الشعب الليبي بحل الشعب الليبي جاوا عند عبد المجيد قالوا له الرغبة ديالنا ومصلحة ديالنا راها في يديك وقالك كذلك عن ميزات تدخل في شؤون ديال تونس قالك احنا يمستعدين لمساعدات تونس الشقيقة باش تخرج من المأزق الديمقراطي كيفاش انت كتكلم على المأزق الديمقراطي يعني عبد المجيد كيتكلم على هاد المأزق وانتو ما عايشين ازمة حقوقية عايشين ازمة ديمقراطية في بلادكم ساعدة عبد المجيد غير راسك ساعدة عبد المجيد غير بلادك اجدك لبلدة الناس اجدك تدخل في شؤون داخل ديال ليبيا وديال تونس وهنا يا الاخوان يعني سياسيين ديال هاد الدول كي يخرجوك يقولو علاش عبد المجيد غادي تدخل لنا في شؤون الداخلية ولكن ما دلسش بزاف حتى خرج عبد المجيد وتلقاوه جزائريين وبدو كي يضربوه شك يضربو بالبيض شك يضربو بمطيشة والاكتر من ذلك قل كبلي المطيشة باش تضرب عبد المجيد هي مطيشة من صنع مغربي او مطيشة مغربية اللي كي صدر المغرب لايطاليا يعني هاد شي مخطط مغربي ومؤامرة مغربية وحتى اللي يسرب الفيديو ديال عبد المجيد هو كي تضربو بالبيضو بالمطيشة قالو اللي يتسريب مغربي او المراركة هما اللي يسربو هاد الفيديو عبر مواقع تواصل اجتماعي مهم الاخوان هذا هو الموضوع ديالنا تحية لكم كبيرة شكرا للحسن المتابعة شكرا للحضور ديالكم دائم شكرا للدعم ديالكم المتواصل جزاكم الله خيرا وما تنسوش انكم تدعمونا بالتعاليق الله الوطن الملك وهي اللي كاتحفزنا وهي اللي كاتخلي الفيديو يطلع والفيديو يعني يمشي لأكبر عدد ديال الناس او اكتر عدد ديال الناس تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته